مشاهدين عدنا إليكم من جديد في نشرة الأحوال الجوية الثانية لهذا اليوم عبر رؤية الأجواء بحمد الله هي أجواء شتوية رجعنا حسين شوي بالأجواء الشتوية بعدما كانت الأجواء جدا مختلفة خلال الأيام الماضية طبعا هذا كان سببه وتأثير منخفض جوي تمركز نهر هذا اليوم شمال سوريا تحرك خلال ساعات القليلة الماضية حقيقة إلى الشمال الشرقي تمركز خلال ساعات الساعة الماضية تغيير فوق الشمال الأراضي العراقية ونتوقع يتحرك أكثر شرقا بحيث ينتهي تأثيره وينحسر تأثيره من ساعات نهار يوم غدا عجلنا بالآخر هناك مرتفع جوي هذا مرتفع متمركز سوق الشمال الأراضي المصرية توقع هذا مرتفع أن يدخل باتجاه المملكة بحيث يعني يؤثر على أجواء المملكة خلال ساعات القليلة القادمة اعتبارا من بكرة الصبح سيعمل هذا المرتفع على عودة الأجواء إلى الاستقار التدريجي بمشيئة الله تعالى خلينا نشوف الأجواء مع بعض في العاصمة حاليا خفضة درجة حرارة أعتقد أصبحت 5 درجات مئوية بالفعل درجات الحرارة حاليا هي منخفضة ما زالت هناك أجواء غائمة في عنا ما زال هناك بعض الزخات المطرية في بعض المناطق الرطوبة نسبية حتى ارتفعت أصبحت 91% في حين أن الرياح ما زالت غربي لكنها أصبحت خفيفة إلى معتدرة السرعة هذا طبعا ينطبق على العاصمة أمان نرجع زي ما نصر أولى نشوف الأجواء خلال الأيام القادمة بعدين نحكي عن أجواء المملكة بالتفصيل أكثر لهذه اليوم والنهار غدين خلينا نشوف الأجواء خلال الأيام القادمة هذه سبت عفوا غدا نهارا أجواء رح تكون تقريبا مشمسة تظهر بعض الغيوم على فترات بكرة رح نشوف كمان شيء بالتفصيل درجة حرارة 12 درجة مئوية الأحد أجواء غائمة 13 درجة مئوية هي العظمة الصغرى 6 درجات لكن ما يميز نهار الأحد هو هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة سرعة هذه رياح جربناها الأسبوع الماضي عملت على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل واضح في إنها احتمال حتى شوية مطر الأحد مساءاً على شكل زخات محلية لاحظ الآن ارتفاع كبير جداً على درجات حرارة نهار يوم الاثنين 18 درجة مئوية العظمة 9 هي الصغرى يعني درجات حرارة جداً مرتفعة الأجواء غائمة جزئياً تصبح درجات حرارة حقيقة أعلى من معدلاتها حتى أن الصغرى في ساعة 9 درجات هي قد العظمى نهار هذا اليوم بالتالي أجواء أدفع بكثير يوم الثلاثاء أيضاً 17 درجة مئوية ما في كثير تغيير سبعة الصغرى وأجواء تعود مرة أخرى تصبح غائمة كلياً بوجهها خليناً الآن نرجع للأجواء المتوقعة للمملكة بتفصيل أكثر لهذه الليلة أجواء تبقى باردة في مختلف مناطق المملكة لكنها تكون شديدة البرودة فوق أغلب المناطق الجنوبية من المملكة الشمال الوسط رح تضلها الأجواء فيها غالباً غائمة رح تضلها الفرصة مهيئة لهطول بعض الزخات المطرية على فترات وفي مناطق محدودة بمشيئ تلاتها حتى ساعات بكرة الصباح بعد ذلك تضعف وتنعدن فرص هطول الأمطار هذه أيضاً لا يستبعد أمرين مهمين أول شيء لأنه ممكن يتشكل الضباب في أجزاء واسعة من المملكة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية الأمر الآخر هو تشكل السقيع في المناطق الصحراوية في جنوب المملكة إضافة إلى بعض أجزاء من جبال الشرع بكرة بنهار الأجواء نوعاً ما مختلفة الأجواء بكرة أكثر استقارنة رح يكون في الارتفاع على درجات الحرارة تعود درجات الحرارة إلى حول معدلاتها الأجواء بوجه العام كما نلاحظ مشمسة لكن تظهر على فترات كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة في معظم مناطق المملكة وتضعف وتنعدن فرص هطول الأمطار إن شاء الله بكرة بكرة الرياح تكون خفيفة متغيرة الاتجاه لكنها تتحول إلى جنوبية شرقية معدلات السرعة في ساعات الليل درجات الحرارة الصغرى هذه الليلة والعظمى غداً نبدأها في العقبة 8 هذه الليلة غداً 22 درجة مئوية أجواء مشمسة ولطيفة في العقبة لكن تظهر على فترات كميات من السحب أجواء باردة في وادي رم ناقص 1 إلى 14 أيضاً هذا الأمر منطبق عمعان ناقص 1 إلى 12 في ساعات الليلة أجواء جداً باردة راس النقب أيضاً ناقص 3 إلى 9 درجات مئوية أجواء شديدة البرودة هذه الليلة البتراء 2 إلى 11 نلاحظ الرشيدية 0 إلى 9 لكن الشوبك ناقص 2 هذه الليلة غداً 9 درجات مئوية الطفيل 2 إلى 11 درجة مئوية غور الصافي 13 إلى 20 درجة مئوية أجواء مشمسة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات واختلفة الكرك 2 إلى 11 درجة مئوية أيضاً نلاحظ وادي موجب 14 إلى 19 درجة 15 إلى 20 في البحر الميد وأربعة إلى 12 في ماتبة 4 إلى 14 في مطار الملكة دولة أجواء مشمسة مع ظهور بعض الغيوم على فترات خلال ساعات النهار مرج الحمام هي من 4 إلى 11 درجة مئوية نذهب إلى صورح 3 هذه الليلة غداً 9 درجات الرفحيس 5 إلى 11 درجة مئوية أيضاً الصلط درجة الحرار الصورة 5 غدا 11 أجواء مشمسة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة عجلون 3 إلى 10 في حين أن الرأس مني في 2 هذه الليلة غدا 8 درجات مئوية 6 هذه الليلة في إربط غدا 13 درجة مئوية أيضاً أجواء مشمسة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة جراش 6 إلى 14 درجة مئوية في العاصمة عمان الغربية 4 إلى 11 درجة مئوية عمان الشرقية 5 إلى 12 الزرقاء من 6 هذه الليلة غدا 14 وفي المفرق أربع درجات هذه الليلة ولكن غداً 12 درجة مئوية هي صح بكرة أجواء مشمسة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات وختلفه لكن هذه الليلة تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض الزخات المحلية من المطر نذهب إلى منطقة أرويشد أرويشد هذه الليلة 2 غداً 12 درجة مئوية أجواء نوعاً ما باردة هذه الليلة في المناطق السحرية الشرقية من المملكة ومنطقة الصفاوي 3 هذه الليلة غداً 12 درجة نلاحظ أجواء أيضا مشمسة مع ظهور بعض الغيوم الأزرق درجة الحرارة هذه ليلة أربعة غدا 14 درجة مئوية والآن في أمرهام نلاحظ أن المناطق الشرقية السحراوية هي نوعا ما هذه الأتفأ من المناطق السحراوية الجنوبية الجفر رح نرى كمان شوي ناقص اثنين هذه الليلة وغدا درجة الحرارة العظمى في الجفر حوالي 14 كما نلاحظ ناقص اثنين والأجواء مشمسة مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية في نهاية هذه النشرة التحذير موجه للأخوة السائقين خلال ساعات هذه اليلة وصباح يوم غدا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق بعض أجزاء المرتفعات الجبلية كنتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامس على سطح الأرض التحذير الآخر موجه للأخوة المزارعين عوج الخصوص في المناطق الجنوبية من المملكة كنتيجة لتشكل السقيق ليلة سعيدة أتمنىها لكم جميعا ألتقي بكم إن شاء الله في النشرات المقبلة فقط عبر رؤية إلى اللقاء